خسر المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال أمام نظره الإسباني بنتيجة 28-29 ضمن منافسات دور الثمانية في أولمبياد باريس ورغم تقدمه بفارق أهداف بنهاية الشوط الأول تراجع أداء المنتخب الوطني في الشوط الثاني ليعود منتخب إسبانيا إلى اللقاء الذي انتهى في أشواطه الأصلية بالتعادل بنتيجة 25-25 حتى تسجيل منتخب إسبانيا التقدم من رمية جزائية قبل 25 ثانية فقط من نهاية الشوطين الإضافيين